اشتركوا في القناة من اخلاص وتفال في اداء الرسالة النبيلة لمهنة الطب في خدمة المجتمع كما هنأ سموه معالي الشيخ محمد بن راشد الخليفة وكيل ديوان سموه رئيس الامانة العامة للجائزة على ادارة معاليه للجائزة ونجاح جهودها المتميزة في تنظيم اعمال الجائزة مشيدا سموه بما تميزت به الامانة من حسن الادارة والكفاءة التنظيمية العالية واشاد سموه بما شهدته الجائزة من منافسة واقبال واسع على المشاركة وتقديم البحوث والدراسات العلمية من جانب اطباء وطبيبات البحرين والتي اتسمت بالفكر الابداعي وعمق المعرفة العلمية تأكيدا على ما يتمتع به ابناء المملكة من ادراك واع لأهمية البحث العلمي في تحقيق التقدم في كافة المجالات واكد سموه ان البحث العلمي هو عماد التطور والرقي في المجتمعات المتحضرة وان الحكومة تحرص باستمرار على دعم الجهود البحثية في المجالات العلمية كافة وخاصة في المجال الطبي لما له من اهمية في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة مشيرا سموه الى ان تكريم المتميزين من ابناء المملكة في قطاعات العمل المختلفة اسهم بشكل ملحوظ في تنمية روح المنافسة وتعزيز ثقافة الابداع والابتكار واشار سموه الى ان الفوز المستحق الذي حققته المرأة البحرينية في نيل الجائزة بفئتيها الاولى والثانية يعكس تميز المرأة البحرينية ودورها الرائد في القطاع الطبي وغيره من الميادين الاخرى ويضاف الى ما حققته من مكتسبات ومنجزات في ظل ما تحظى به من رعاية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ايده الله ورعاه وما تليه الحكومة الموقرة من اهتمام بتعزيز دور المرأة كشريك فاعل في مسيرة البناء والتطوير وقال سموه اننا حرصنا من خلال هذه الجائزة ان نؤكد تقديرنا الكبير لابنائنا وبناتنا الطباء وطبيبات البحرين الذين يجسدون المعدن الاصيل لشخصية البحرينية المتفردة في عطائها وتضحياتها من اجل الوطن واضاف سموه ان ابراز النماذج المشرفة في البحث العلمي الطبي يعزز من كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي ويسهم في تحفيز الاطباء لمواصلة العطاء والجهد متمنيا سموه لهم مزيدا من النجاح والتوفيق واكد سموه ان تكريم الاطباء بهذه الجائزة والاحتفاء بهم هو تقدير للعطاء الانساني والاسهامات الكبيرة التي يواصلون تقديمها في خدمة المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن وتقدمه واجدد سموه الشكر والتقدير الى الاطباء العاملين في الصفوف الامامية لمواجهة جائحة كورونا مشيدا سموه بما يقومون به من جهود مخلصة ونبيلة للتصدي لهذه الجائحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين